موسيقى أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية في حسنة اليوم سنرى 8 تطبيقية لدرس تنائي القطب RL فالتمرين هذا سنحاول تطبيقه الخاصية لتعلنها في الدرس التمرين هو على الشكل التالي يمثل شكل التالي دارة إشعال مصباح النيون الذي يمكن نمدجته بموصلين أومي مقاومته R كما كتبوا في شكل أمامكم يتوهج مصباح النيون عندما يتجاوز توتر بين مربطيه توتر الإشعال UA لكي سوي 12 فولت كمعطيات نعطي E كتسوي 4V R صغيرة تسوي 8 أوم R كبيرة 1 كيلو أوم و L سوي 7.8 هوري سؤال أول يغلق قاطع التيار كمدة طويلة لتشتغل الدارة في النظام الدائم سؤال ألف عبر عن التوتر بين مربطي المصباح هل المصباح يتوهج؟ سؤال باء عبر عن شدة التيار المرفي الوشعة واحسب قيمتها إذن السؤال الأول عندنا المعلومة الأساسية وأننا في النظام الدائم إذن الإجابة عن السؤال ألف سنشوف التوتر بين مربطي المصباح النيون لأن نسميه هنا UR نحن نلاحظ بأن مصباح النيون والوشعة مركبان على التوازي إذن فإن توترهما متساويا يعني توتر مصباح النيون يساوي توتر بين مربطي الوشعة ونعلم أن في النظام الدائم توتر بين مربطي الوشعة يساوي التوتر بين مربطي المولد اللي في هذه الحالة عندنا هو أربعة فولت إذن فإن توتر بين مربطي مصباح النيون أصغر من UR اللي هو 12 فولت ومنه فإن مصباح النيون لا يتوهج السؤال باء المطلوب هو تعبير عن شدة تيار المار في الوشعة في النظام الدائم الوشعة تتصرف على أنها موصل أومي الشيء اللي كيسمح نكتبه أن UL كتساوي R في E بحيث إي هي إي بيرمانو إذن لحساب إي بيرمانو ندروه إي أل على أر ومنه إي أل هو أه على أر إذن بتطبيق عددي بسيط نجد أن شدة تيار في النظام الدائم هي ربعة فولت على ثمانية أوم اللي هي صفر فاصلة خمسة أومبير نمر هذا سؤال الثاني السؤال الثاني يقول في اللحظة T تساوي صفر يفتح قاطع التيار وجد معادلة تفاضلية التي تحققها شدة تيار المار في الوشعة بعد فتح القاطع باء حديد تعبير تابتة زمن بذلالة R كبيرة و R صغيرة و L تا تحقق من الناق المعادلة إي بذلالة زمن تساوي A ناقص T لطو حل للمعادلة التفاضلية وثا باستعمال نتيجة السؤال واحد باء حديد التابتة A والسؤال G في جزء الثاني سنتج تعبير توتر بين مربطي المصباح إذن أول شيء الشكل ستبدل ما يبقاش عدي المولد وإنما ستقع عندي غير واحد دارة لفيها وشعة إضافة إلى مصباح النيون إذن الملاحظة الأولى عندي هو أن غيروا لمصباح النيون والوشعة مركباني على التوالي لا شيء على التوازي إذن فبتطبيق قانون إضافية التوترات تلعدي النتيجة التالية وعندنا UL ناقص UR كتساوي صفر عندنا UL كتساوي L DE على DT زائد R صغيرة في E هذا في استلاح المستقبل بينما UR كتساوي ناقص R كبيرة في E كما كتشوفوا في الشكل الأسفل إذن نقوم بالتعويض أتلعدي L DE على DT زائد R صغيرة في E زائد R كبيرة في E كتساوي صفر إذن نقسم كل شيء على R زائد R كبيرة أولا أول شيء نعمل هنا تعطيني L DE على DT زائد R صغيرة زائد R كبيرة لكل معامل ل E إذن نقسم على هذه جن E صغيرة زائد R كبيرة في D E لل DT كتساوي صفر وهذه المعادلة تفادلية التي يحققها شدة تيار المار في الوشعة بعد فتح القاطع سؤال باء حد التعبير ثابتة الزمن بدلالات R صغيرة و R كبيرة واحد لدينا المقاومة المكافئة للتركيب أو للدارة ديناها هي R صغيرة زائد R كبيرة المقاومة المكافئة لدينا و لدينا طو حسب الدرس فهي L كبيرة على R طال لفضح علي L كبيرة على R صغيرة زائد R السؤال المطلوب هو التحقق من أن A للمعادلة نذكركم بالمعادلة عندي A لدي T زائد طو في D طبعا أن إبادلة الزمن تساوي 0 إذا نعود بوضع إلى T تساوي A أ أ أ أ أ أ أ زائد طو شقاق Exp-T على طو هو ناقص 1 على طو في Exp-T على طو كالساويلي نختاز الطو مع طو أتقالي A Exp-T على طو زائد A Exp-T لغة ساوي 0 إذا الدالة E للT حل للمعادلة التفاضلية سؤال ثاء يقول باستعمال السؤال حدد التابعة A هنا حالتين قبل فتح قاطع التيار قيمة E قيمة E قيمة E كبيرة على أر صغيرة وبعد فتح قاطع التيار فإن A Exp-T 0 على طو اللي هي A إذن فإن A قد ساولينا U على A الفهم دوزو دابات سؤال بتطبيق قانون فإن UR يساوي A كبير في E وحنا وجدنا E قد نكتبنا UR بدلالة الزمن هو R في E بدلالة الزمن وحنا لقينا بأن E هي A Exp-T ولقينا بأن A ما هي إلى U على R صغيرة في Exp-T على طو إذن فإن التوتر بين مربطة المصباح النيون هو R في U على R صغيرة Exp-T على طو كذلك يكون جابنا على جزء الثاني من التمرين نمر دابل جزء الثالث لدى فتح قاطع التيار يلاحظ أن المصباح يرسل وامدة سريعة وشديدة الإضاءة إشرح هذه الظاهرة بالاعتماد على نتيجة سؤال السابق السؤال السابق وجدنا أن UR بدلالة الزمن كي يسوي لنا R في E على A صغيرة Exp-T على طو إذن فإن UR عند اللحظة صفر كي يسوي هو R في E على R لأن Exp0 هو 1 إذن بالتعويض إذن نحط تطبيق عددي هنا سنجد أن UR في اللحظة صفر يسوي R لهو 1 كيلو أوم في E لهو 4 على R صغيرة لهو 8 أي أن UR عند اللحظة صفر كي يسوي لنا 500 فولت وهي أكبر بكثير من U A وهو توتر إشعال المصباح مما يفسر الوامدة السريعة وشديدة الإضاءة لأن المصباح يوجد بين مربطه توتر كبير جدا يفوق بكثير توتر الإشعال بينما السؤال الرابع ما الظهر التي يمكن أن تحدث لدى فتح قاطع التيار في غياب المصباح أذكر تطبيقا لها هذه معلومات عامة تطبيق التي ستكون في الدين هو إحداث شرارات في شمعة المحرك شمعة محرك السيارة طبعا كنت تريد أن أرى السيارة فإن بمجرد تغيير شدتك التيار من سفر إلى قيمة كبيرة يحدث ما نسميه فرض توتر مما يساعد على إحداث شرارات في شمعة محرك السيارة شيء الذي يؤدي إلى احتراق بالزين والهواء مما يسبب في اشتغال محرك السيارة أتمنى أن تكونوا استفتوا معي في حصة اليوم على أمان نتلاقكم في حصة أخرى ودرج جديد من دروس مادة العلوم فيزيائية لسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية